مرحبا فيكم حباقي ببرج الحوت. خلينا نشوف طاقتنا ازان هذا الشهر كيف عامل? ايش عامل? شو عم بنركز اه على شو عم نصرف طاقتنا? ازان لبرج الحوت. هون عم بشوفها اه نهاية يمكن عم تصرف يعني طاقتك لانهاء شيء قديم في حياتك او انهاء علاقة ثلاثية. عم تصرف عليها طاقة لحتى انك اه تنهيها عم بشوفها على انتصار وعلى نجاح. ان شاء الله يا رب. خلينا نشوف بشكل عام ازان للحوت. في بداية الشهر اه رح تكون في عندك اه شوية اوها ممكن او اه عم تتعرض لا اكاذيب معينة لنصب اه معين انت عم تنهي هاي العلاقة. عم تنهي هاي الطاقة ما عم يعني اه بتكون موجودة في هاي الشهر. انا عم بقول عم تنهيها. فعم بشوف اه بالعكس اه من بعد اه ما كنت اه محبوس داخل هاي الا الاوهام او حتى انت ممكن تكون عيشت حالك في اوهام لانه هدول الكرتين مع بعض كمان اه اوهام. عم تتذكر شيء قديم وطول الوقت عم بتفكر بهذا اه الشخص اه الاديم. عم تترك ثلاث فرص قدامك او يعني على الاقل. عم تترك فرص كتير وعم بتفكر طول الوقت في هذا اه الشخص. شايفي السفر حلو كتير ل اه لبرج الحوت. ممكن يكون عندك سفر على خير. اه على موضوع انت حابب انك اه تعمله بتم على خير. ممكن يكون سفر عند الحبيب مثلا. اه اه او بعيدا عن الحبيب. التنتين محتملين. اه هون عم بشوف اه انهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر. ما رح تكون بداية الشهر. عم بشوفهم اه في اخر ممكن اسبوع. اه لانه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجنب بعد. اه الطاقات نسيت احكيها بس اه نحكي انه اه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة. عم بتكون مائية. عم بتكون ترابية. عم بشوف عندك محكمة اوراق قانونية. ممكن مساءلات. ممكن اه اه شغلة هيك طارئة اه اه ادخلك في متاهات مؤقتة يا برج الحوت. او ادخلك في مكان انت ما كنت حابب انك تدخله او تطرق له ممكن شايف فيه نصب يعني عم بنتصب عليك او عم بتخلص هاي الطاقة اما اذا كانت موجودة من الاساس انت عم بتخلصها اذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر رح تظلها يعني مستمرة لكن سرعان انت ما رح تكشف الامور وتضبط الاوضاع وتسترجع حقك ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد فترة لانه عم بتكون شوي بطيئة المدة عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون بشوف كمان هذا الكرت كرت ممكن يكون حمل او ولادة للي عندهم حمل من الاساس وحمل للي ما عندهم حمل فممكن يكون بنت ممكن يكون بنت حمل في بنت هذا الشهر طاقة طاقة مفتوحة على شهر واحد ولكن بتمط الطاقة ممكن تمتد اكتر شوي شايف فيه رجوع لقديم لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم نزاعات او اشخاص او علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون فيه سعادة معينة تعيشها مع الشريك رح تبعدونه وعن ما عن المحيط كله رح تحاولوا انكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي فشايف قدامك طريق شوي صعبة ولكن فيه بالنهاية فيه نتيجة وفيه حصاد اكتر اشي بحزك بهذا الشهر من المصب زي الشهر الماضي لانه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين كله انه طيبين شوي بس انا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو اسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم احيانا فبقولك هذا الموضوع النصب او كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية او في محاكم او في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين انهم يسافروا هذا بشكل عام شايف انتصار على شخص في العمل خاصة اذا كانت طاقته نارية وهو مائية كمان خلينا نشوف لمحة اه عن الوضع العاطفي عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت في بقلبك حب كبير 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 ممكن القراءة تكون عكسية لانه عاطفية اه وعامة اه في بقلبك حب كبير كبير للشريك للشريك الشريك برضه نفس الموضوع ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور عم تعمل كنترول على المشاعر بصعوبة ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم ما بعرفش اللي صاير لهتدرجة لحتى انت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين التنين عم تختاروا واكنه يمكن في عندك انت كمان علاقة ولاثية او هو عنده علاقة ولاثية او الاتنين مع بعض ما بعرف بس اكتر شي عم تطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم يستعيد الزكريات كانت موجودة بناتكم يمكن ولكن شايفي انا في انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي شايفي فيه التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك هون لا فيه اتحاد الاتنين الاتنين مع بعض راح تاخد قرار بانه يعني الامور تتزبط بناتكم او الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة او انتو الاتنين مع بعض راح راح يكون ازا فيه نهاية للحيرة راح يكون فيه نهاية لطرف ثالث موجود ولا الحيرة والصراع اللي كان موجود شايفي انه الشريك راح يقدم لك مثل ادلة مثل شغلات امور 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 واضحة يوضح لك اياها يحاول يوضح لك الصورة الامور هذا الشي بشوفه بالاسبوع الثالث اكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان او حتى من اول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف تتصرف عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوف اذا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف في طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذيرين من هاي الامور انه ما تخرب حياتنا خاصة انه انت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر ما ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري اكتر يحوت مع انك مائي رح تكون فيري رح تكون شوي متسرع فبس نحزر من هاي الطاقة نشوف شو تحذير هذا الشهر ل برج الحوت برضو علاقة ثلاثية ما بعرف يحوت لشي كان يطلع لك علاقة ثلاثية عم تجول في الافق قلنا في انتهاء للعلاقة الثلاثية ولكن ممكن تمتد لانه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم 12 رقم 12 فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف التالت شوف مسج من الحبيب اذا كان بعيد او قريب او كلمة منه مسج معينة ما قادر يقولها نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوزة بيقول لك انه هو كوعد او وعد هو انه رح يحقلك الامان اللي انت بتحلم فيه رح يحقلك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة فيه عرض معين هو رح يقدم لك اياه بس بيقول لك ويت كمان ويت مي انه استناني فيه فيه امر هو مخبيه لك فيه امر هو بده يوضح لك اياه وكأنه هاد الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف بشوف أوراكل لا الحوت هفن يحوت بكفي 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 اطلع للأماكن اللي كنت اطلع عليها وتنبسط ابسط حالك رفح عن حالك شوي اطلع من المود اللي انت حاطت فيه حالك لك فترة وانا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش انتوا بتكوا هذا الموضوع ولكن انتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدريا فبس بيقولك كفا حاولت تخفف عن نفسك بانك تعطي حالك طاقة ايجابية زي ما قلنا تطلع على اماكن بتحبها تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية فبس بس منالكم شهر سعيد حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي بالفيديو شكرا